السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالا بكم في دورة جديدة على القناة. نتطرق فيها الى فينيا. اذا ما هي فينيا? فينيا is a store library for view. اذا هي عبارة عن library. تسمع لنا باستخدام نظام stores حتى نقوم بادارة الحالة لتطبيقاتنا التي تكون معمولة بالفيو جي اس. فينيا شبهها يعني بالفيو اكس. حتى ان الفيو اكس بايف الذي سيأتي مستقبلا سيكون شبيه ببينيا. فينيا تقوم بتبسيط لنا الامور وهي تشتغل على كل من وفيو ثري. عندما نقوم باستخدامها مع لسنا بحاجة الى نقوم باستخدام فبينيا ممكن نستخدمها مع وايضا مع مباشرة. ايضا يمكن ان نقوم باستخدامها في التطبيقات التي تتمد على نظام او مثلا قمنا باستخدام اطار عمل مثل اذا هاته هي باقتصار. توفر لنا او تسمح لنا باننا نقوم بعمل في هذا الستور نحن نقوم بحفظ الخاصة الخاص بنا ونقوم باستخدامه بطريقة سهلة جدا. وهنا بعض ميزات بينيا. وطبعا هي شيء جديد في الساحة. يعني لا تحتوي على الكثير من الميزات بعد. خصوصا في فليست هي بقوة بعد. لكن مستقبلا يعني اكيد سنتوقع منهم تحسين ذلك واضافة اشياء وبالتالي ستكون شيء جيد. طبعا واجب التنبيه ان هي ليست منافس هي فقط طريقة اخرى موجودة لمن يريد طبعا ان يقوم باستخدامها حتى ان صاحب هاته هنا اول انه يكون قريب الى نفس وانا نفس طريقة البيو اكس حتى للاشخاص او حتى يتسنى للاشخاص او لمطوري البيو جي اس الذين يستخدمون البيو اكس انهم يستخدمون ايضا 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 لدينا هنا يعني ممكن نقوم بعمل لبينيا في البينيا في الديف التي تحدث وهكذا. لدينا الهوت موديول ري بلايسماند. اذا لسنا بحاجة لعمل للبيج حتى يتم عمل تحديث في الستور وايضا كيف اني اكزيستين ستيت والديولوبين عندما نقوم في عملية ايضا سنستطيع ان نقوم بالحفاظ على ولا نقوم بفقدائها اثناء ايضا هنا دينا بلاكنز فممكن يعني نقوم باضافة جديدة في عن طريق والشيء الجميل فيها وهو سواء كنت تستخدم مشروع يعتمد على او تقوم باستخدام الجواسكريبت سيتم اعطائك الاوتو كومبليشن للكود الخاص بك وايضا هي تدعم السيرفر سايت رنديرين اذا هدين هنا واي بينيا هدين هنا فقط كومبارزين اذا هنا يتم القارنة بينيا مع البيو اكس سواء ثري او فور كونيا اي بي اي اس فيري ديفرانت فروم بيو اكس يعني الذي يكون اقل من اربعة فحاليا البيو اكس تديه الاصدار الرابع. اقل من الاصدار الرابع فالأبي آي الخاص ببينيا مختلف. والاصدار الخامس من البيو اكس سيكون شبيه جدا بالبينيا. اذا في بنيا الشيء الذي غير موجود وهو فاذا كنت مثلا استخدمت من قبل البيو اكس. حتى نقوم بالتعديل على الستيت. فالميو تيشن هي التي تقوم بالتعديل عن ذلك. هنا في بنيا تم الاستغناء عن هاته الميو تيشن ولم تعد موجودة. no need to create custom complex to support type script. بنيا تدعم type script بشكل جيد جدا وهي تم انشاؤها بالتايب سكريبت. فيتدعم الطايب سكريبت بشكل جيد. no more magic strings to inject. import the functions call them enjoy auto completion. في الفيو اكس مثلا لو اريد ان استخدم فساحتاج ان اكتب بهذا الشكل. مثلا دوت دولار ساين ستور ثم مثلا او كوميت او ديس باتش. هذا الان غير موجود في بنيا. في بنيا مباشرة انت تستدعي هذه وتقوم باستخدامها. لست بحاجة الى عمل يعني لا يتم عمل الانجيكت بهذه الطريقة. وايضا في مثلا لدينا الموديولز اذا كان لدينا الكثير من السيستمز او الكثير من الاجزاء في البروجيكت ونريد تنظيم المشروع اكثر. فمثلا يكون لدينا موديول خاص بالاثنتيكيشن. موديول خاص بالبروداكت. موديول خاص مثلا بالشوبين كارت. وهكذا. فهنا يعني تعمل بكل بساطة هي لا تعتمد عنها على الموديولز وطبعا لدينا في انها تحافظ على على فعني ممكن نقوم من شيء اكثر من وكل يكون له علاقة بجزء معين. بدون الحاجة الى الموديولز وبدون الحاجة الى الكثير من الفولدرز والكثير من التعقيد. وايضا لسنا بحاجة الى الاستخدام النيم فعادة عندما نقوم باستخدام الموديولز نقوم باستخدام النيمسبيس. ايضا هنا لسنا بحاجة ليستقنائم النامس بيس وافصل ايضا انه لديك معرفة او ديراية بال فانا هنا لن اقوم بشرح فقط ساقوم بشرح إذا نتوقف عند هذا الحد نكمل فيه على الفيديو القادم ونراك فانا اقوم باضافة الى مسروع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته